لجنة إطلاف المخدرات والمؤثرات العقلية تتلف 427 كيلوغراما من المواد المخدرات المضبوطة في دوائر الطب العدلي لمحافظات الفرات الأوسط في مجمع الأمل التخصصي في النجف الأشرف بعد فحصها من حيث المعايير والمواصفات فيما يتعلق بأوزانها وكمياتها حاليا نحن اليوم نتقلنا إلى محافظة النجف لغرض إطلاف المواد المضبوطة التي تتبع لدارة الطب العدلي في محافظة النجف وكذلك محافظات الفرات الأوسط مجلس القضاء دائما يسعى إلى غرض الخلاص من هذه الآفة من خلال الإجراءات التي يتخذها سواء فيما يخص جانب القانوني أو فيما يخص الجوانب التفقيفية أو المبادرات التي تعلق بمنظمات المجتمع المدني أو غير ذلك لغرض الخلاص من هذه الآفة التي تؤثر على المجتمع بكافة المسلمات والمسلمات مدير قسم متابعة أعمال الهيئة الوطنية لشؤون المخدرات في وزارة الصحة أشار إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها علاج أكثر من أربعة آلاف متعاط فضلا عن سعيها لتوسعة إمكانيات إجراءات الفحوصات لموظفي الدولة بشكل عشوائي كخطوة أولى ثم الانتقال لفحص جميع الموظفين في ملف مكافحة المخدرات وفي جارين من أجل توسعة إمكانيات إجراء فحوصات لموظفي الدولة والخطوة الأولى هي اختيار نماذج عشوائية لفحصها الموظف الذي يرفض الفحص ستعتبر نتيجة بوزاتف مدير مخدرات النجف أكد أن المحافظة تشهد خفاضا ملحوظا من حيث كمياته المواد المخدرة نتيجة الجهد الاستخباراتي فيما أشار إلى أن الجهات المختصة تلقي القبض على التجار والمواد التي بحوزتهم خلال 24 ساعة من أمام محرقة المخدرات في مجمع الأمل التخصصي للأمراض الانتقالية في محافظة النجف الأشرف فأيمن أحمد العراقية الإخبارية